النبي صلى الله عليه وسلم لو تكلمنا ووسعنا الكلام عن عدة جوانب يعني ما تسع المجال لذكره ومثل ما تفضلت الدكتور محمد لو أن الواحد كل ما أراد والكلام هذا موصول لما ذكره أبو عبد العيز كذلك لو أن كل واحد يعرض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على كل أفعاله وأقواله يعني ما وجدنا أخطاء في المجتمع ولا وجدنا تصرفات خاطئة ولا وجدنا يعني كثير من الأشياء اللي يعني ينبذها للمجتمع لكن ما تراهل العين دكتور عبد الرحمن يعني وبما نلمسه يعني في بعض البيوت هل يحتاج أن الأب أو الأم يتعبون عند أبنائهم ومثل ما دكتور كذلك يعني توجيهم لقراءة بعض السيار بعض الأشياء اللي كانت يعني بعض المواقف اللي تناسب يعني مثل بعض الشباب اللي كانوا الشباب الصحابة اللي كان كيف تعاملني بسرعة وسلم معهم يا عمير ما فعله نغير هل تجدها موجودة في البيوت ولا قليل يعني من يطبق هذا الأمر يعني أودنا ندخل في البيوت حتى يعني يكون كلامنا مركز ونخرج إن شاء الله بفائدة صحي أوجي القضايا الاجتماعية والمشاكل الاجتماعية القديمة نفس القضايا والمشاكل الحديثة الاجتماعية الحديثة يعني جاء للنبي صلى الله عليه وسلم رجل ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أحفاده عليه الصلاة والسلام فاستنكر هذا الشيء قال تقبلونا صغاركم إن لي عشرة من الصبية ما قبلتوا منهم أحدا قال عندي عشرة أولاد لم أقبل منهم أحدا فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك فهذا التعامل الجميل كذلك كما تفضلت يا سعود قبل قليل إن أحد الصغار من صغار الصحابة رضي الله عنه مرضاه كان يعبث ويلعب وعنده طائر النغار النغار وتصغير النغير فطائر النغار هذا مات عند هذا الصحابة هذا الصبي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مكنيا له لاحظنا يناديه ما قال له يا غلام يا فتاة وإنما قال يا أبا عمير ما فعل النغير كالمواسات يا أبا عمير ما فعل النغير ما فعل يعني النبي سلم يعلم بأنه مقدم يسأل عن طويره يسأل يسأل عن فلاحظنا يشف انظر الاهتمام لأن اهتمامات الصغيرة الاهتمامات هذا الصغير في النبي سلم الذي سبحان الله وما أعطى العز وجل منزل آله في الدنيا وفي الآخرة عليه الصلاة والسلام ينزل المستوى هذا الطفل الصغير ويرضيه ويخاطبه على مستواه الذهني محمود بن الربيع رضي الله عنه وارضاه وهو من صغار الصحابة يقول عقلت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابنه خمس سنين الله خمس سنين يقول اتذكر يعني اتذكر هكذا وأنا صغير عمري خمس سنوات اتذكر أن النبي سلم وضع فيه الشريف الطاهر عليه الصلاة والسلام ماء وتمضمد هذا الماء ومجه في وجه هذا هذا الطفل الصغير فبقيت هذه الصورة مرتسمة في ذهنه في ذهن هذا الصحابي رضي الله عنه وارضاه اذا اتينا ايضا لجانب اخر من جوانب سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وهو جانب هذه الدنيا مع قيمة الدنيا عند النبي سلم لم يكن يقيم لها وزنا هي لا تساوي عند الله جناعة بعوضة ولذلك لا يأسى عليها النبي سلم وعندما خير بين ان يبقى في هذه الدنيا خالدا مخلدا وبين ان يموت قال بلى الرفيق الاعلى بلى الرفيق الاعلى عليه الصلاة والسلام يخرج عليه الصلاة والسلام في يوم الايام من بيته في المدينة فيقابله يقابل ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ثم يقابله أيضا عمر الفاروق رضي الله عنه وارضاه فيقول ما أخرجكما؟ قالوا الجوع فيقول النبي صلى الله عليه وسلم والله والذي نفسي بيده ما أخرجني للذي أخرجكما فيذهبان إلى أحد الصحابة واسمه مالك ابن التيهان الأوسي الأنصاري أبو الهيثم مالك ابن التيهان رضي الله عنه وارضاه وكان رجلا ذا ماشية وذا زرع وبستان فذهب إليه في بستانه ولم يجداه فزوجته أدخلتهما أدخلت النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه يعني أعظم ثلاثة خرجوا في ذلك الوقت فتمأنت لهذا الضيف الذي أتاه وأدخلتهم وقالوا أين ابن التيهان فقالت ذهب يستعذب لنا الماء يعني ذهب يحضر لنا الماء العذب فمكث قريم فأتى ابن التيهان وارتاه عندما رأى ضيف محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنه فأتى بعذق من تمر عذق من رطب ببسر بتمر كان في ثلاثة صناع فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل اخترت لنا من الرطب اللي فيه قال وضعته حتى تختاروا ما تشاءون منه وتأكلوا منه ما تشاءون سواء الرطب أو تمر أو البسر فقدمه لهم وذهب أحضر لهم ماء بارد فقال النبي السلم لأبي بكر وعمر هذا من النعيم الذي سوف تسألون عن يوم القيامة خرجتم جوعة وهاء أنتم الآن تأكلون من هذا الرطب وهذا التمر وتشربون من هذا الماء البارد تقول عائشة رضي الله عنها وارضاها تقول أنه كان يمر علينا الشهر والشهران والثلاثة لا يوقد في بيت نبي الله صلى الله عليه وسلم نارا وإنما كنا على الأسودين والأسودان هم التمر والماء هذه كانت معيشة النبس ما كان يلتفت لهذه الدنيا عليه الصلاة والسلام ولا كان يباري بها كانت تأتيه الصدقات فيوزعها كلها لأن الصدقة محرمة عليها عليه الصلاة والسلام أما الهدايا فكان يأخذ منها شيئا وكان يعطي صحابته رضي الله عنهم منها شيئا بل أن في يوم من الأيام جاءت هدية للنبي سلم شاتا ووزعتها عائشة رضي الله عنها أرضاها وأبقت الكتف منها لأنها تعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الكتف فعندما رجع النبي سلم قال ما بقي منها قالت ذهبت كلها إلا كتفها فقال لا تقول ذلك فإنما قولي بقيت كلها إلا كتفها هذا الذي تورع به وتصدق به وذهب هدية هو الذي سيبقى أثوابه واجره أما الذي سيكلف ويفنى وينتهي فإن هذا هذا الذي هو يفنى أما الباقي فهو الذي يتبرع به ويتصدق ويتصدق به هكذا كانت عيشة النبي سلم هكذا كانت نعاشة هكذا كانت نظرة للدنيا يدخل عليه عمر رضي الله عنه وأرضاه وقد كان نائما ويؤثر الحصير على عاتق عليه الصلاة والسلام فيبكي عمر رضي الله عنه وأرضاه فيقول له النبي سلم ما يبكيك يا عمر فيقول كسرى وقيسر على الديباجي والحرير وفي عيشة هنية وأنت يا رسول الله سيد البشر وتنام ويؤثر الحصير على عاتقك فيبكي عمر رضي الله عنه فيقول له النبي سلم ألا تريد أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة اللهم صلى الله عليه وسلم الله يزاق خير